موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الفاضلين أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مقاصد بسبب تنوع المعارف وتعدد مصادرها وسيطرة المجتمعات غير المسلمة على المعرفة صار لزاما على المسلم أن يتمتع بقدر كبير من الوعي يمكنه من النظر إلى حوادث الزمان ونوازله في مسائل العلم والمعرفة والحرب والسلم بعمق ودراية يحولان بتوفيق الله دون انزلاقه في متاهات الانحراف لكن ما طبيعة الوعي في التصور الإسلامي وما ما يدينه وكيف ينبغي أو كيف يبني الإسلام وعي المسلمين وأخيرا ما الثمار العملية لتمتع الفرد المسلم بالوعي اللازم هذه نخبة من أسئلة هذه الحلقة التي تأتيكم تفاصيلها بعد هنيها للحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيف الحلقة الداعية الإسلامية الأستاذ رياض خضراوي أهلا ومرحبا بكم أهلا وسلام بكم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير وحياكم وحيا الله المشاهدين أهلا بكم أستاذ رياض الموضوع هذا شديد الأهمية موضوع الوعي الآن لو ندخل إلى الحلقة بداية نسأل لماذا السؤال عن الوعي وعي المسلم لماذا الحديث عن وعي المسلم دائما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحب أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما تعلمنا وزدنا علما يا كريم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا صادقين في هذا المجلس ابتغاء مرضاتك وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير على طرح مثل هذا العنوان العريم الوعي كلمة جامعة مانعة ولكن مع ذلك لها مقدمات لها خلفيات لها آثار الوعي الذي لا بد منه في كل مجتمع يريد أن ينهض بأمته الله سبحانه وتعالى أراد للأمة جمعا بل للناس أجمعين السعادة والصلاحة في الدنيا والآخرة والنبي عليه الصلاة والسلام وإذا استشهدنا بالحديث الشريف أو كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها والله سبحانه وتعالى يقول لنجعلها لكم تذكيرة وتعيها أذن واعية بعد ثبات طويل ومآسي عظيمة لهذه الأمة لا بد لها من صحوة وهذه الصحوة هي الوعي أن يكون واعيا مستبشرا فاهما واقعا وحالا وتاريخا وفرق كبير بين العلم وبين الوعي العلم سطحي قد يكون ولا بد منه العلم فرض ولكن مع ذلك يلحق العلم بل تمام العلم وكماله هو الوعي لماذا كثير من الناس هتافات الوعي ولكن الوعي هو حالة وفهم وحفظ وواقع هو تطبيق عملي لمجتمع خلى من وعي وما كان حاله إلا الثبات أما الآن بعد أوجاع الأمة وبعد ثباتها وبعد مآسيها وبعد أن الناس كلهم تكالبوا عليها وهذا الله سبحانه وتعالى قال والله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله بكم الخير سبحانه وتعالى فعندما نرى ونسمع كلام الله سبحانه وتعالى وكلم النبي عليه الصلاة والسلام ندرك أننا ابتعدنا كثيرا عن حالة الصحوة والوعي التي لا بد منها لكل أمة حيث بدأها النبي عليه الصلاة والسلام لكن معذرة شيخ رياضي ذكرت نقطة مهمة ربطت بين الوعي والعلم هل أحدهما لازم للآخر؟ أو بالأحرى هل العلم لازم للوعي؟ هل المرء يمكن أن يكون وعيا بلا علم ومعرفة؟ الوعي لا بد له من بصيرة وعلم ومقدمات وتهيئة كاملة فلا وعي بلا علم ولكن تمام العلم والفهم والحال والقلب والقالب هو وعي يتبعه واقع وعمل تطبيقي على مناح كافة المجتمع العلم قد يكون أستاذ جهاد بارك الله فيك العلم معلومات نستدركها نحفظها نمررها جامعات مدارس ما شابه ذلك أما الوعي حالة واقعية تمس المجتمع بأكمله مع نواحي الوعي لماذا الوعي لا بد منه في حالنا وزماننا وكما نعلم كلنا أن الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة الأمة الآن كلها إلا ما رحم الله واقعة تحت بلاء عظيم كبير لا مخرج منه إلا بأن نفهم كيف نعي حاضرنا وواقعنا وكيف المخرج من هذا المأزق والأوجاع والمآسي وحتى المجتمعات الكبير والصغير لابد أن يعي دينه وأمانة دينه وحاضره ومستقبله وماضيه وتاريخه وتاريخه نعم هذه نقطة التي كنت أريد أن أسألك عنها يعني عندما نتحدث عن الوعي الآن أنت أجملت الوعي وتحدثت عنه من منظور عام كبناء عام يعني لكن ما طبيعة الوعي في التصور الإسلامي يعني بمعنى ما هو الوعي الذي يحض عليه الإسلام ما طبيعة هذا الوعي بماذا أولا إذا كنا قارئين لكتاب الله سبحانه وتعالى وإذا كنا عالمين بالسنن الكونية التي تجعلنا نعي ما نقول والله يقول سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون ليس أقوالا بل أفعالا الوعي هو ذاته يجب علينا أن نعلم أن الوعي فهم وإدراك ومعرفة وقيم لابد منها ولكن سؤالك بارك الله فيك أن هذا الوعي كيف الحصول عليه ربما هذا متعلق بمصادر وكيفية تشكد الوعي ربما هذا نبحثه في المحور الثاني من فضلك شيخ رياض وإنما الوعي الذي يركز عليه الإسلام بالنسبة للمسلم الوعي النموذجي كيف يعني ما هو الله سبحانه وتعالى أراد كما قلنا السعادة البشرية والصلاحة في الدنيا والآخرة ومعلوم لدى الناس أن دين الله عز وجل شامل ويحتوي مناح الدنيا والآخرة والله يقول سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والعبادة المعرفة والعبادة هي أن تخدم مجتمعك والعبادة أن تقضي حوائج عباد الله المسلمين والعبادة في الصلاة كما نقيم الصلاة نقيم الحضارة كما نقيم الصلاة نقيم مجتمعا فاضلا طيبا هانئا ندفع عنه أعداء المسلمين والنموذج الذي كان عليه المسلمون وإذا استحضرنا أول مثال نموذجي للمسلمين بالله عليك ماذا كان المسلمون كانوا عربا كانوا جاهليين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الحجارة ويئدون البنات وكان لهم يعني مآسي إنسانية على غيرهم فبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم على الناس كافة وإلى الناس كافة والنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فصاروا واعين بما أنزل الله عليهم لا يقرؤون كتاب الله فقط بل يخشعون ويتدبرون كتاب الله عز وجل بل صار أحدهم يتمنى أن يكون هدفه بأن ينتشر دين الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور والله عز وجل يقول كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النهور الآن قد يكون ليس عندنا أصنام تعبد ليس عندنا حجارة تعبد ليس عندنا آلهة من غير الله ولكن مع ذلك تاه كثير من الناس وضاع كثير من الناس في مناح الحياة كلها لذلك لا بد لنا بأن نرجع ولا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها هو الصحوة والوعي وقراءة القرآن ودراسته تدبرا ووعيا وخشوعا وامتثالا واستجابة لأوامر الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل بعثته عابدا على فطرة الله لك فطر الناس عليها وبعد بعثته ماذا فعل بالناس عليه الصلاة والسلام الوعي الذي لا بد منه لكل مؤمن بأن يعلم حق اليقين وعين اليقين لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله عز وجل خلق الخلق لحكمة بالغة وخلق الخلق ليسعدهم أمر مسلم فيه لأن الله عز وجل ما أرد العذاب ولا الشقاء للإنسانية جمع طاها ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى إذن العلم الذي لا بد منه علم تطبيقي أيضا وعي وبصيرة وعمل وواقع نعيشه وهذا غاب عنا وعن مجتمعاتنا حاليا لأننا وصلنا إلى مرحلة ضعف وبعد عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو دخلنا في الموضوع بشكل أكثر مباشرة أيضا شيخ رياض يعني الآن اليوم كثير من شباب المسلمين ممن يصلون ويتعبدون الله أخذوا بسيف الجهل وسيف نقص الوعي وسيف العاطفة إلى مساحات لا يريدوها الله سبحانه وتعالى لهم وفي هذا السياق تابعنا كثيرا من الكتب ألف كثير من المفكرين والكتاب والمثقفين كتبوا كتبا عن معركة الوعي اليوم أن الآن المسلمين يخذون المعركة الأهم هي معركة الوعي وشاهدنا على وسائل التواصل المجتمعي في أيام كثيرة الوسوم التي تتحدث عن معركة الوعي لو تحدثنا عن مظاهر هذه المعركة الآن أستاذ جهاد يعني كثير من الشباب انجرف وابتعد ابتعادا كثيرا وكبيرا عن أولويات دينه عندنا ترتيب أولويات يعني الإنسان مباشرة يقيم الصلاة ولا يعرف لا يعتقد أول مقدمات الدين وأول أولوياته قد يكون يعرف الأمر ولا يعرف الآمر لذلك كثير من الشباب دعوا وانتفضوا وتظاهروا ولكن ليس عندهم خلفيات ولا مقدمات ولا ثقافة تتحدث عن الانتفاضة العربية الآن العربية هي ذاتها وهذا هو يعني حديث الشارع حاليا سنين كثيرة إلى الآن لم نجد حلا ولا صيغة نبني عليها حضارتنا وازدهارنا وهذا الذي حصل في الربيع العربي ولا أحد ينكره بمن كان عنده فطرة سليمة بل كلنا من فضل الله عز وجل أيدناه ليحصل التغيير الكامل على ما أصابنا من بعد وتخلفين وعدم اتصال بما سبق لو أذنت لي شيخ رض ما دمت أتيت يعني من جانبك على قضية الانتفاضة العربية يعني هذا موضوع ذو شجون وموضوع مهم جدا في الساحة المسلمة الإسلامية والمسلمة يعني كثير من حفظة القرآن من الدعاة من الشباب المتدين الآن نراه وقف في صف الاستبداد في صف الفساد مؤثرا الأمان والاستقرار ما يسميه استقرار على التغيير السياسي الذي له ضريبة من الدماء له ضريبة من الأموال له ضريبة من الأمان يعني كيف يعني يمكن أن نتحدث في جانب الوعي إلى أي مدى هؤلاء افتقدوا الوعي وإذا ما كانوا افتقدوا الوعي فمن أسباب؟ أولا لابد من أن نقول لولا الوعي والعلم لما وصل الدين إلينا صراحة لكان النبي عليه الصلاة والسلام جلس أمام الكعبة عندي هذا الدين عندي هذا القرآن هلموا يا قوم ولم يجاهد ولم يهاجر ولم تكن له فتوحات شرقا وغربا ولم أعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إعداد رجال حتى ينيروا الكون كله لو قال أحدهم كنا من أفضل وفي أحسن حال وفي أحسن عيشة كنا لماذا هذه الثورات التي خرجت ولا طائل منها وهذا الأمر الذي حصل غير متاح بأن تغير واقعك من مكانك نقول لابد أن يسبق أي وعي علم وبصيرة وفهم وحال وأيضا يعني المجتمع كله بأسره يجب عليه أن يتكاتف ويكون ذا بصيرة وذا علم وذا تخطيط وذا إعداد كامل بأن هذا الذي يجري وسيرجي إن شاء الله تعالى تغير لصالح هذه الأمة لو بقينا مئة سنة والاستبداد هو ذاته واقع علينا ولا فتوحات ولا تنوع بأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل كتب حتى يعلم كل الناس يا أيها الناس أعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى لبقي الناس شرقا وغربا بلا أخلاق وبلا دين وبلا قيم الذي عندنا هو ذاته ما أريناه لغير نتب متى هذا الحال سيزول لا بد من التغيير ولو كان بعض المراحل التي مرنا بها يعني في غاية من الصعوبة شيخ رياضي هذا الذي أريد أن توضحه لنا يعني الناس تعبد الله سبحانه وتعالى لكن ربما كثير من العابدين لا يعنم مقاصد هذا الدين ومقاصد العبادة لله سبحانه وتعالى يعني هل الدين جاء لكي الناس تصلي وتصوم وتزكي بغض النظر عن هوية وماهية وخلفية الحاكم أم أن الناس مأمورين بأن يقيموا العدل ويقيموا حكم الله وشرع الله وأن يغيروا دائما نحو الأفضل ما هو الوعي الذي يجب أن يتحل به المسلم في هذه الجانب الجزئية أولا الغرب والاحتلال الذي كان في ميلاد المسلمين أطفى عليهم وجعلهم قد يكون فقط للعبادة الدين دين سماوي وهو الذي يجب عليه أن يطبق كل من سمع بالدين وأحس بالدين أن يهيمن الإسلام أن تخصر الإسلام يجب علينا أن يطبق الدين ماذا فعل بنا فصل بين النواحي السياسية والنواحي الدينية فصل فقط في المسجد فقط في أماكن العبادة وهذا لا يجوز لأن الدين هو ذاته عبادات وشعائر ومعاملات من العبادة إلى التعاملات الدولية لكن الخاضعين للأنظمة الاستبدادية فعلونا ما تتفضل به يعني هم معاملات وشعائر ويقومون به لكن تحت ظل الحاكم المستبد لا بد من تكويل نواة صلبة تجعل هؤلاء الناس يستبصروا بما كنا عليه في التاريخ الإسلامي في الفتوحات الإسلامية يجب علينا أولا الإعداد وربما هذا يتطلب مننا وقتا سنين ولكن مع ذلك لا نيئاس فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى جميع الفتوحات التي أخبره الله سبحانه وتعالى بها الروم والفرس تحدث عنهم وأخبر عنهم ولكن مع ذلك جاءوا بإيام الخلافة الراشدة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين الآن لابد من إعداد كامل حتى نرى الأثر ولو لم نره حاليا ولكن سيراه أبناؤنا وأبناء وأبنائنا أما نيئاس غير متاح التغيير التغيير قادم إن شاء الله ولكن يكون على أيدينا إن شاء الله تعالى ولا نتهرب من هذه الأمانة طب أنا سألتك عن مظاهر معركة الوعي الآن يعني بين المسلمين وبين الأمم الأخرى وهذه المظاهر أو هذه المعركة معركة الوعي التي كان من نتاجها أن آلافا بل ربما مئات الآلاف بل ربما الملايين من شباب المسلمين المتدين رضي بالاستبداد رضي بالفساد فقط من أجل أن يؤدي شعيرة الصلاة وهو آمن في بيته ومسجده لو تحدثنا بشيء من التفصيل شيخ رياض عن مظاهر هذه المعركة معركة الوعي أين تكمن هذه المظاهر مثلا في وسائل الإعلام أو في المساجد في طبقة الدينية التي رسختها أنظمة الاستبداد وزيفت وعي المسلمين مثلا الآن استر جهاد لابد أن نعي قولا واحدا الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين وشرفنا وجعل هذه الأمة خير الأمم أما الدنيا لأصحابها إذا كان هذا الفرد أو هذا المجتمع أو هذه الدولة أو هذا المجتمع الإسلامي كله فقط يعنيه الدنيا فليعمل لهذه الدنيا ويعيش فيها أبدا الآبدين ولكن المسلم عنده آخرة وعنده أيضا هذه الدنيا مسخرة تلك الآخرة فإذا ما بقي بالرضوخ والخشوع لغير الله عز وجل والانحناء وأيضا الظل والهوان وعدم الكرامة له ولمجتمعه هذا ماذا يطلب من هذا الحاكم المستبد هل يطلب عنده في الآخرة شيء لا يطلب ولكن مع ذلك لابد أن يحرر عقله ماذا نفعل الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من هم الصادقون يا رب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسست أناسا صادقين ممنهجين على نهج الكتاب والسنة أيضا بالمقابل متمسكين بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإذا أردنا أن نكون أصحاب وعي وأصحاب علم وأصحاب فقه وأصحاب واقع نريده لنا ولأبنائنا لابد أن نسلك ما سلكه الأولون ماذا كان يفعلون بهذه الدنيا عندهم أموال وعندهم حضارة وعندهم دنيا ولكن مع ذلك ما كانت هذه الحياة الدنيا في قلوبهم بل كانت في أيديهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الفقر وفي عهده وبعده عليه الصلاة والسلام أيام الخلفاء الراشدين كانوا في أزهى حال وفي أحسن حال ولكن مع ذلك عانوا وصبروا وبالمقابل بعدهم أسسوا دولا ورجالا لهذه الأمم الآن ماذا حصل علينا ولنا أخذنا هذا الدين من غير جهاد ومن غير تعب ومن غير عناء فأخذناه واستهلنا بديننا حتى صار بعض الشباب يستهين بدينه وإذا تكلمنا عن واقعنا والله يندى له الجبيد واقع النعي معظم الناس لا يقيم وزنا لدينه ولا يقيم وزنا لقيمه ولا لقرآنه ولا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالآن إذا ما بدأنا بداية حسنة نجعل من أنفسنا عبادا لله عز وجل يجب علينا أن نؤسسه مجتمعا إسلاميا مجتمعا فاضلا يعي عقيدة وعملا وحالا وعملا صالحا أن هذا الدين دين الله عز وجل ولا بد أن يحمله الأمناء والفقهاء والعلماء أيضا ذو الأبصار وذو الألباب لا يعنيني عالم بالدين ولكن مع ذلك لا يفقه واقعه ولا يعي ماذا يحاك عليه ويخطط له هذا الذي كنت أريد أن أسألك عنه يعني شيخ رياض عندما يكون المرء حافظا لكتاب الله ودعية إسلامية ولكنه لا يقف في وجه الاستبداد ولا يبصر الناس بحقائق الدين وأن هذا الدين يرفض هذا الحكوم ويرفض هذا المسار السياسي مثلا هل يمكن القول أن هذا حافظ القرآن وهذا الدعية عنده علم ولكن ليس عنده وعي القضية أستاذ جهاد يجب علينا أن نؤسس مؤسسة مجتمعية على علم فقط أخذ الجواب على هذا السؤال يعني هذا الذي يحفظ القرآن ويدعو الناس عندما يعني لا يبصر الناس بحقائق الدين وأنه من ضرورة الدين أن يغير الظلم إلى العدل هل هذا الشيخ وهذا الحافظ يكون ناقص الوعي؟ إذا قررنا بين حال هذا الشيخ أو هذا الحافظ وبين حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل الصحابة رضي الله تعالى حافظوا كتاب الله وبقوا في مكانهم ولم يغيروا حالهم وحال الأمة؟ طبعا لا هذا قد يكون قصر وأيضا يعي تراجع الدين كل متكامل يفيد ويستفيد بجميع نواحي المجتمع لا بد له أن يعي أن هذا المجتمع يجب عليه أن يعلم القرآن ويجب عليه أن يتحضر بمجتمعه ويرتقي لمستوى كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يكفي أن نتعلم القرآن فقط بل يجب علينا أن نكون متحضرين لواقعنا ومجتمعاتنا حتى نرتقي حتى لا نتهم حتى لا نكون فتنة للكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فإذا ما رأى غيرنا والغرب والشرق على غير دين الإسلام رأوا أن هذا حال مجتمع أنه ضعيف بقي في مسجده بقي في عبادته ولكن ما ارتقى مثل ما ارتقى الغرب والشرق بحضارتهم واختراعاتهم وتفننهم فعندها ماذا يقول لو كانوا على حق لكانوا مثلنا إذن المسلم يعي ويفعل وأيضا يواكب عصره ويعمل ويوظف عقله وفكره وقيمه حتى تكون شاملة على جميع المجتمع لابد أن نتحدث عن مصادر بناء وعي المسلم ومنهاج الإسلام في تقرير هذه المسألة ولكن بعد الفاصل وقفة قصيرة ومن ثم عودة لمواصلة الحديث بارك الله فيكم وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الشيخ رياض خضراوي الداعية الإسلامي نجدد الترحيب بكم شيخ رياض مع رقبا فيكم أستاذ جيهاز طيب لو تحدثنا عن ميادين وعي المسلم يعني عندما نقول بأن المسلم ينبغي أن يكون واعيا في أي مجال على أي صعيد هل هو الوعي الديني أم الوعي السياسي أم ما هي الميادين الوعي المطلوبة أولا لا بدنا أن نعرف أن أساس الوعي يستنبط ويستوحى من كلام الله سبحانه وتعالى هذا متعلق بمصادر الوعي سنأتي عليه بعد قليل لكن الوعي طيب يمكن أن نتحدث عن مصادر الوعي تفضل أيضا يعني مصادر الوعي القرآن والسنة أيضا التاريخ المشرق للأمة الإسلامية أيضا التجارب والخبرات والمدارس والجامعات إن كان فيها منهاجا وتطبيقا عمليا يرتقي بالمسلمين ويرتقي بالمجتمع حتى يكونوا مثل سلفهم لكن الآن كثير من الناس تحفظ القرآن يا شيخ رياض كما تحدثنا قبل قليل تحفظ القرآن وتمارس العبادات وتحفظ من السنة لكن ليس لديها الوعي الكافي الذي يبصر المجتمعات بضرورة التغيير بضرورة الذهاب إلى المجتمع الإسلامي والخلاص من المجتمع الحاصل الآن الذي تهيمن عليه الاستبداد السياسي ويفقر الناس فكريا وعلميا يعني أنت تقول مثلا مصادر الوعي عند المسلم هو القرآن والسنة لكن كثير من المسلمين يعرفون من القرآن والسنة ما يكفيهم ومع ذلك لا تجد عندهم الوعي الكافي أين الخلل؟ كثير مننا يصلي بلا خشوع وكثير مننا يقرأ القرآن بلا تدبر بالله عليك لو قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون فاز ونجح وارتقى منهم يا رب الذين هم في صلاتهم خاشعون إذن صلاة لا خشوع فيها لا فائدة فيها لا تأتي بالمنفعة مع صحتها ظاهرة أما الخشوع أين الخشوع؟ رب جعلني مقيم الصلاة كما أيضا نقرأ القرآن ونحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لا يكفي أن نتصفح كلام الله بل يجب علينا أن نتدبر والله سبحانه وتعالى خاطب أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب الله عز وجل لابد له أن لكل قارئ وعى وخشع وتدبر وفهم أن يطبق بحذافيره كما كان السلف الصالح رجل الله تعالى عنهم معذرة النقطة مهمة جدا يعني القرآن بذاته ربما لا يكون مصدرا لوعي المسلم إذا لم يتدبره فالنقطة الفصلة هي تدبر كلام الله نعم نعم الجانب العملي الجانب الذي يستجيب لأوامر الله عز وجل والله خاطب يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أقرأ القرآن أحفظ أو حفظ وأتلو وأيضا أعظ وأيضا أستلم المنابر ما فائدة هذا إذا كنت بعيدا عن العمل والتطبيق لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما هو العلم؟ العلم الذي يتبعه تطبيقا وعملا والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذن علم وعمل وتطبيق وتدبر فلا يكفي وما هو الجانب العملي في قراءة القرآن؟ هو أن يحتوي جانب المجتمع كله من ألفه إلى يائه العبادة والمعاملة وأيضا الأخلاق والعدل والمساواة في جميع شتى المجتمع الذي يخدم مصالح المجتمع طب ما ميادين وعي المسلم وساحته؟ هنا إذا أردنا أن نتكلم عن ميادين الوعي لابد أن نقول أن الوعي المجتمعي الذي يؤلف بين أفراد المجتمع أيضا الذي يرتقي بأفراده وبالمقابل الوعي السياسي الذي هذا لا بد منه أن تعي ماذا يحاك عليك وماذا يطلب منك وما هو الشيء الذي حملته على عاتقك وأيضا يعني القول كما قال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه إن الله إن الحاكم ليزع أو إن الحاكم ليزع ما لا يزع بالقرآن هو كما ورد عن سيدنا عثمان يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن هذا المعنى الصحيح أو كما قال سيدنا عثمان هذا الفرد إذا وعى القرآن ولم يجد من يأمر الناس بتطبيق القرآن أيضا عنده مجتمع مفكك لا يستمعون على كلمة واحدة وكل ما يملي عليه هواه وأيضا ما يحتويه مجتمعه يعمل هل هذا هو الوعي؟ عندما نؤسس إعلاما صادقا واعيا ينبثق منه أفرادا صادقين أفرادا واعين إذن الإعلام لا بد أن يكون عنده وعي ولماذا يوجه؟ يوجه حتى يكون الناس أمة واحدة حتى يكونوا عنصر مفتاح خير ومغلاق لكل شر وإذا أردنا الآن أن نستشعر ماذا هو حال مجتمعنا الآن نرى كثيرا منا ينشغل بشيء لا طائل منه نهائيا هذا إذا كان مباحا فما قولك إذا كان حراما والعياذ بالله؟ الشباب الآن أين منصرفهم؟ أين توجهاتهم؟ في ماذا يهتمون الشباب؟ حتى المجتمع كله وإذا أردنا أن نتكلم عن التواصل الاجتماعي وما شبه ذلك وسائل التواصل الاجتماعي هي ذات والآن كثير من الناس منشغلون فيها وليل نهار يلتمسون ما فيها تركوا هموم أمتهم وتركوا أوجاع أمتهم وانصرفوا تد من يرشدهم؟ لكن يمارسون اهتمامهم بأمور أمتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يكفي هذا لا يكفي نهائيا ولكن أن تقول شيئا ويكون قلبك بكبسة زر تغلق هذه الشاشة وتأتي بغيرها هل هذا كان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فتوحاتهم؟ أنت الآن تمسك هذا الجوال وتقلب هذه الصفحات وتقلب هذه الشاشات الصغيرة والكبيرة ما نفع المسلمين بتقلبك في هذه الشاشات؟ لا يأتي بشيء ولكن الأصل بأن تؤسس كما قلنا نواة صالحة هي ذاتها تكون إعلاما ومنبرا وأيضا تغييرا للناس كافة وإذا أردنا كيف نتحصل على وإذا أردنا أن نقول كيف التحصل على الوعي؟ هو ذات هذا المطلب يعني كيف الخلاص من مجتمع ضعيف ابتعد كثيرا عن الركب الأساسي وتأخر كثيرا هو ذاته نقول لا بد لمن الله عز وجل بصره وفهمه وقرأ كتابه وأن أرى قلبه وحاله وكان واعيا ذالب أن يتعلم سنن الله في خلقه الكونية هذا لا بد منه إلى تغيير ولا وعي يأتي وسيأتي إلا بمقدمات كيفية تعلم سنن الله الكونية في خلقه هذه التي لا تتبدل ولا تتغير طيب في هذا المحور شيخ رياض قبل أن أذهب إلى الفصل هذا سؤال أخير يعني الآن يبدو المسلم الآن نهبة فريسة أو نهبة لمؤسسات إعلامية وسياسية واستخبارية غربية وشرقية كبيرة جدا تعمل على توليد المعرفة وتوليد الشائعات وتمرير المعلومات ويتلقف الشباب المسلم متروكا لها فريسة بدون وجود مؤسسات إسلامية تصوغ وعي المسلم وتحكم وعيه وتحميه من الانحراف في هذه المطبات سؤالي هو كيف يمكن بناء وعي الشباب المسلمين بطريقة تضمن حفاظهم على أصولهم على تراثهم على تصوراتهم وعقائدهم وتحول دون الانحراف في متاهات العولمة والانجرف في التيارات الحديثة نقول بارك الله فيكم أن الدين كله مبني على النصيحة والإخلاص وما هي النصيحة إرادة الخير للغير فعندما أقول لك يا أستاذ جهاد يجب علينا أن نعمل كذا وكذا ونطبق هذا القول ونشيع هذا القول لا بدنا أن نوصل قولنا إلى جميع من نعرف لجميع الوسائل يا شيخ خلي النصيحة تبني وعيا النصيحة إذا كان الناصح وعيا داعيا متفهما مستبصرا ذا حصانة علمية يصل قوله وأيضا يصل وعيه إلى غيري المؤسسات كلها ناصحة الإعلام ناصح النصيحة لا تنفرد فقط بالناصح بل تكون على سبيل الإعلام والمؤسسات أيضا كل هذا ناصح حتى في المدارس حتى في الجامعات فإذا بنينا منهجا كاملا لكن شيخ منذ عقود العلماء والمساجد والجامعات تمارس دور النصيحة ومع ذلك وجدنا أنفسنا بين أجيال لا تتمتع بالوعي الكافي فإن الخلل؟ النصيحة هي ذاتها لا بد منها ولا بد من أن تكون ملامسة للواقع كانت النصيحة اعبدوا الله عز وجل أقيم الصلاة آتوا الزكاة هذا كله دين وأساسيات الدين ولكن عندنا نصيحة أخرى بأن ترتقي أنت ومجتمعك حتى تواكب العصار حتى تزيه عن نفسك الاستبداد حتى تزيه عن نفسك الظلم الذي الآن حصل علينا الآن ما هي النصيحة؟ للخلاص من هذا الظلم الذي وقع على مجتمعات إسلامية النصيحة هي ذاتها أساس ولكن مع ذلك أن يتكاتف المجتمع كله ولا يتهم أحدنا غيره يعني هي النصيحة شيخ رياض هي توجيه النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة كما في الحديث لكن ألا يمكن أن نتوسع ونتعمق في مفهوم النصيحة بحيث يتم تحويل هذه النصيحة إلى مؤسسة شرعية علمية تمارس دور القوامة الفكرية على المسلمين يعني تعمقوا وعيهم وإحساسهم بما يجري حولهم في العالم المجتمع كله مؤسسة إسلامية ولكن مع ذلك ربما ينفرد أحدهم ولكن كله يجب عليه أن يلتزم مسؤولياته أنت الآن في إعلامك أنا الآن في مسجدي هو الآن في جامعاته فكل يبني رقيه ونصيحته من المكان الذي يجب عليه أن يملي عليه ماذا نصيحته وأيضا إزاحة ما كان بالمجتمع الإسلامي إذن النصيحة أساس وأيضا بالمقابل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإذا ما كان هناك أمر بالمعروف ونهيه عن المنكر كان هنا إن شاء الله مجتمعا صالحا صادقا طب يعني هل الوعي هي شيء رباني ينزل على العبد يختص الله سبحانه وتعالى به عباده أم أن هذا شيء مكتسب يعني على المسلم وأن المسلم مطالب بتشكيل وعيه ويمكن لكل مسلم أن يكون واعيا هذا أمر مكتسب ولكن عندما يعي المسلم أن عليه واجبات وعليه أوامر وعليه أن يأتمر بأوامر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله هنا يأتي الوعي كيف له أن يؤدي أوامر الله عز وجل والأمر غير متاح له النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة وأسس دولة ورجالا وحكما وقيادة عليه الصلاة والسلام هذا هو الوعي وهذه البصيرة في مكة المكرمة ثلاثمائة وستون صنما حوالي بيت الله عز وجل يتركها النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى غار حراء ويتعبد الله عز وجل هذا وعي وهذه صحوة ولا يمكن أن يكون الوعي في مجتمع منحل أخلاقيا ومنحل علميا لذلك كان لابد أن يأتي الوعي مطالبين فيه من جميع النواحي ومن جميع المؤسسات طيب نحن الآن بعد قليل سنتحدث معكم شيخ رياض عن الأثر المترتب على وعي المسلم سواء في ذاته أو حتى في المجتمع الإسلامي فاصل الأخير تتبعه عودة لاستكمال الحلقة أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نتحدث فيها مع ضيفنا الشيخ الداعي الإسلامي رياض خضراوي عن موضوع وعي المسلم ومصادره ومظاهر هذا الوعي تحدثنا عن مصادر تشكيل وعي المسلم وتحدثنا عن معركة الوعي الدائرة الآن وكيف ينبغي للمسلم شيخ رياض أن يكون وعيه بما يقوده إلى الحفاظ على نفسه من الانزلاق في متاهات التيارات الفكرية الحديثة الجارفة لكن بقي لنا أن نتحدث لماذا على المرء أن يكون وعيا بدينه وواقعه لماذا؟ قلنا أن الوعي لا بد منه ولكن مع ذلك الأمة الضعيفة لا وعي لديها والأمة المتأخرة لا وعي لديها وأساس نهضة الأمم وعيها بحالها وواقعها إذن يجب علينا أن نعي وأن نكون أصحاب فكر ورأي وقيم وأخلاق حتى نكون بأمان ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أدينا الذي طلب منا والمقابل أمام غيرنا فنحن الآن مسؤولون أمام الله عز وجل وأيضا أمام الأمم فالذي عندنا ليس عند غيرنا عندنا النجاة في الدنيا والآخرة ماذا عندهم؟ طب أنا أطرح عليك سؤالا جدليا ربما يحرك الحوار أيضا بيننا أكثر في موضوع لماذا الغاية من الوعي هل برأيك قبل خمسة عقود أو ستة عقود عندما خرج المستعمر الغربي أو المستخرب كما يسميه كثير من المسلمين من بلادنا في المشق العربي والمغرب العربي لو كان المسلمون في حينه يتمتعون بالوعي الإسلامي والفكري والسياسي والتاريخي الكافي هل كان يمكن أن يتكرس النظام السياسي الاستبدادي في المنطقة العربية برأيك؟ يعني أنا أريد أن أربط أن نذهب للحديث عن الربط العلاقة بين غياب الوعي وبين استيطان الاستبداد في المجتمع استاذ جهادهم هم هدفهم وهمهم الأوحد إخراج الناس عن مضمون دين الله عز وجل بقوا عندنا سنوات وعشرات السنين إلى الآن قد يكون احتلال وراء احتلال ولكن مع ذلك إذا سألنا أفوسنا سؤالا ما هي علة وجودنا في هذه الدنيا؟ كل منا سيرحل وكل منا سيحاسب ولكن مع ذلك غرب وشرق كافر ومؤمن لذلك الوعي هو أساس الطريق ومع ذلك ليس علة وليس هدفا ولكن علة وجودنا هي بأن نرضي ربنا سبحانه وتعالى وأن نكون أمينين على دين الله وعلى الناس أجمعين فإذا ما كان عندنا احتلال وكان عندنا ظلم وكان عندنا استبداد وكان عندنا حكام لا يخافون الله عز وجل في شعوبهم ماذا يفعل المسلم؟ ومجتمع إسلامي ماذا نفعل؟ الله يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير وبشير إذن الهدف عندنا إخراج الناس من الظلمات إلى النور عندما يحتل بلادي عندما يظلم الشعب عندما يعتقل الناس عندما يقتش بالشعوب كاملة ماذا علي أن أفعل؟ أن أكون مستبصرا ماذا يخطط علي وماذا يراد مني ومن مجتمعي المسلم؟ أن أعد عدة وأيضا أجعل من نفسي أدات تغيير لي ولي بلدي ولمجتمعي في كافة الوسائل وعلى جميع النواحي حتى أكون عصرا مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا خانعين وما كانوا قاعدين بل كانوا كتلة نور أمام الناس وهاجروا وكانوا أصحاب عقيدة وأصحاب إيمان وأصحاب تغيير فاقتدوا مهم من وراءهم وإذا أردنا الآن التغيير استاذ جهاد لابد أن نعي وأن نكون متمسكين بدين الله عز وجل ما هذا التمسك؟ تمسك عقيدة وأيضا عمل وتطبيق واقعي وأن نزيح عن مجتمعنا كل عائق يعيق عبادتنا ومعاملتنا وكل شيء يخلي بيننا وبين دعوتنا الآن الشطر الثاني من غير المسلمين لا يعرف ما هو الإسلام لا يعرف ما وراء الموت ليس عنده إلا المحسوسات بنا رقيه ومجده ووعيه على المحسوسات الماديات أما عند المؤمن وعيه ببصيرته بأنه سينتقل إلى جنتين عرضها السماوات والأرض وفي المطاف الأخير كما قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذه الإزاح عن النار لها مقدمات كثيرة ودخولك الجنة أيضا له عمل كما يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فطاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام ليست فقط صلاة وعباده وزكاة وحج لا لا طاعتنا للرسول عليه الصلاة والسلام هي دعوته هي أخلاقه هي صفاته هي كيف نشر النبي صلى الله عليه وسلم دين ربه سبحانه وتعالى ومسك الناس مسؤولياتهم وأمانة رب العالمين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإذا ما بقي هذا الإنسان إلى رعوناته وإلى أهوائه وإلى خداع الناس ظلوما جهولا بل كنود لا يعترف بنعمة الله ولا بفضل الله أما المؤمن له شأن غير هذا الشأن المؤمن يريد الخير لكل من خلق الله سبحانه وتعالى لا يريد شرا ولا ظلما بل يريد أن يكون هو ذاته عبد من عباد الله عز وجل ينشر دين الله أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليس سيافا وليس قاتلا وإذا رأى منكرا من غير المسلم عليه أن يدعوه كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جمع كفار قريش ووجهاءهم قال كلمة واحدة إن قلتموها دانت لكم العرب ودفعت لكم العجم الجزية قالوا بالعشر كلمات قال هي كلمة قل لا إله إلا الله ما قالها عنادا وكفرا ومن قالها فقد أسلم ولكن عمل بمقتضاها لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله ولا خالق إلا الله ولا شريعة إلا شريعة السماء شريعة دين الله عز وجل فإذا أردنا أن نكون مجتمعا ذا بصيرة وفهم ووعي لابد أن نراجع أنفسنا على جميع الوسائل مجتمعا وسياسة وأيضا أسرة اللهم أكرمنا طيب شيخ رياض يعني إذا ما حمل الإنسان المسلم الوعي اللازم سواء الوعي الديني بمعنى مقاصد وغايات الإسلام ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مننا نحن البشر وخاصة نحن عباده الموحدين والوعي السياسي لماذا السياسة مقاصدها أهدافها وسائلها والوعي التاريخي كيف نستفيد من التاريخ ومن التجارب الإنسانية طيب ما الأثر الذي ينبغي أن يترتب من هذا الوعي على الفرد المسلم نفسه أولا ثم على المجتمع الإسلامي إذا اتصف الفرد بالوعي والأمة كلها كانت صاحبة وعي وبصيرة وفهم وعلم ارتقت أمام الأمم أيضا بالمقابل كانت هي ذاتها هي التي تحكم عندما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أصحابه وخاطبهم وكانوا أصحاب رجولة وعلم وفهم واستجابة ماذا جعل الله على أيديهم فتحت فارس وكسرى ومصر وبلاد الشام وشرقا وغربا كانوا هم ذاتهم يقولون ويفعلون فالآن إذا قلنا ما هي ثمرات الوعي على الفرد وعلى المجتمع يكون في أهنئ حال في دنياهم ويكون في عزة وريادة ورقي أمام الأمم هذه ثمرات الإيمان أم ثمرات الوعي ثمرات الوعي هي ذاتها تعطيك قوة وثبات وتمكينا ودولة ورجال الآن إذا قلنا ما ذنب هؤلاء الناس الشرق والغرب يحاربوننا ويحتلون بلادنا ويستبيحون دماءنا ما ذنبهم لا يعلموا ماذا عند المسلم من خير من عبادة من إيمان من عقيدة من دين رب العالمين للناس أجمعين إذا قصر هذا المسلم بوعيه وتراجع وتأخره فقد تأخر العالم كله ومن قبل تأخرت أمته فكل على مسؤوليته وعلى ثغر من ثغر إسلام فعندما يتصف هذا الفرد وهذا المجتمع بالوعي يصبح الناس كلهم عندهم مسؤوليات وعندهم أمانة وعندهم أيضا ثمرة في الدنيا والآخرة والله عز وجل خاطب العقلاء وخاطب أصحاب الفكر أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أفلا تتذكرون فالآن إذا غيبنا عقلنا وأفكارنا وقيمنا وصرنا والعياذ بالله نستوي بالدواب أعزك الله إذن إنسان حتى لو كان مسلما عابد حافظ لكتاب الله يعبد ربه يؤد شعائره بلا وعي يمكن أن يكون مطية للأمم قد يكون فتنة للكافرين مطية بل مستباحا دمه وبلاده لأنه ما تفكر أنك أنت المحارب المؤمن هو ذاته عنصر خيري لجميع الأمم ولكن يعي ويستبصر ويفهم ويقرأ التاريخ قراءة عميقة حتى يعرف ماذا فعل أهل التاريخ رضي الله تعالى عنهم من عهد النبوة إلى الخلفاء الراشدين إلى الصحب إلى الخلفاء رضي الله تعالى عنهم أشكرك وشكرا جزيلا شيخ رياض يعني انتهى وقت هذه الحلقة لا فضفوك مشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفي الكريم الشيخ رياض خضراوي الدعية الإسلامي رزاكم الله وعنا كل خير كما أشكركم مشاهدين الفاضلين دمتم في حراسة الله تعالى بارك الله فيكم ورزاكم الله وعنا كل خير ترجمة نانسي قنقر